عرض مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل القطاعات الصناعية فيها أبرز ملاحظاتهم على أولويات عمل الحكومة حتى عام 2023 والتي طرحها وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريد اللقاء جاء ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الحكومة مع القطاع الخاص حول أولويات عملها للعامين المقبلين وما تحتاجها القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من دعم بالمرحلة الحالية رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي أجغبير أشار إلى أن القطاع الصناعي يعتبر محرك التشغيل والنمو في الاقتصاد الوطني ما يتطلب توفير ممكنات لتعزيز تنفسيته ودعم أعماله بما يمكنه من المساهمة في حل مشكلة البطالة